موسيقى رئيس السيسي كمميز النهاردة الحقيقة يعني تمام يعني ما تبقى تلاقي المجتمعات العربية كلها أو القادة العرب مجتمعين في حدث كبير مهم جدا دي حاجة كويسة موجودة تنظر دي الحاجة اللي لفت تتنظر النهاردة بغض نظر الاحتفال بقى ومين رأس ومين غنى ومين عمل اكروباط وإحنا يعني إحنا أخذ بالك مصر مبدعة في الحتة دي يعني لو ترجع بالذاكرة لـ 20-19 تنظيم تنظيم كاس الفراقنية في مصر كنت تلاقي مصر عاملة احتفالية غير عادية غير عادية يعني الحقيقة كانت جبارة جدا 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 كانت معبرة بشكل كبير جدا جدا هم حاولوا النهاردة أن هم يعملوا لمسة عن قطر والتاريخ وأصولها وما لذلك مع فارق التاريخ طبعا ما بين مصر وما بين قطر العراقة والأقدمية لمصر أكيد طبعا يعني احترامل دورة قطر أكيد شقيقة دولة شقيقة عربية ولكن زي ما قلت لك ده سامل الشديني وجود الزعماء العرب في الحدث ده ده حدث مهم جدا بالنسبة لي إنما كرة قدم الحقيقة لا المطش 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 لم يكن يعني يعني ما انتكي تتكلم مع كل أصدقائنا المحللين كرة القدم اللي موجودين في العالم العربي كله ولكن المنتخب القطري بقاله فترة مكونينه من خمس ست سنين أن يظهر بهذا الشكل وبهذا المستوى السيء أعتقد لم يكن متوقعا متوقع طبعا الأكوادورية الأفضل ولكن يعني كنا متوقعين المنتخب القطري بقى أفضل من كده حتى في الملعب مصر أنا مش عايز أقوله كنت متوقع أن يكون أفضل من كده لكن واضح جد أن في رغبة في رغبة أنت لو بصيت على الهدف الأول راكلة الجزاء مش هتكلم مع تسلل سيباك المتسلل وخروج الحارس الهدف الأول ورد فعل الحارس وخروجه المتأخر ده خوف خوف وقلق يعني واضح أن المنتخب القطري عنده يعني خايف شوية أو قلقان شوية أو كان قلقان أثناء المتش يعني حتى كمان بني تعليم هم مغلوب 2-0 ومع ذلك مش عايز يهاجم معندوش جرأة معندوش يعني معندوش حماس لأن هو يسجل أهداف محسيتش في وقت من الأوقات أن منتخب قطر ممكن يرجع المتش في أي وقت من الأوقات علاق لك كرة قدم يعني إيه الهجمات الخطر النهاردة المنتخب قطر في الواحدة تلعبت بالعرض وحطها بدمغه جنب البتاح وواحدة شوطة من ناحية بس من بعيد يعني مش خطر بالزبط لكن العرضية ماشي لكن يعني هجمة وإنت مغلوب 2-0 وعلى ملعب في افتتاح يعني وحدة مش عايز أقولك أهم بطولة في تاريخ عياتك في تاريخ الدولة طبعا وفي تاريخ اللعبة بشكل عام وارد أن اللعبة دي ومش وارد مع حتقاتش لم يمكن لعبه بطول الكاس على مرة تانية لعبة اللي كانت موجودة على عرض الملعب النهاردة فالحقيقة الأداء الفني كان سيئ جدا 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 دفاعيا صحيح ما كانش فيه أي تنظيم على الإطلاق ما كانش فيه تنظيم خالص نص ملعب ما كانش فيه استحواز ولا امتلاك ولا حتى كمان رؤية المهاجمين كمان التحركات بتاعة المهاجمين ما كانتش تحركات جيدة فبشكل عام أداء المنتخب القاتر النهاردة لم يقن يعني هولا النهاردة ممكن يبقى خوف وتوتر وقلق من البداية افتتاح كاس العالم بلعبه قدام كل الجمهور الموجود الرهيب ده ممكن جايز وارد وارد لكن الأداء الفني حتى اللمسات اللي ممكن تعول عليها بعد كده في الماتشات التانية تمام وده لسه اللي كنت عاوله لك